عصابات تستولي على أرصفة وشوارع في مناطق الحارثية والمنصور والكرادة وسط العاصمة بغداد تجبر المواطنين على دفع أتاوات مقابل ركن سياراتهم في الأماكن العامة يأخذون مبالغ ومبالغ هم يحددوها بكيفهم وتقريبا مثل الخاوة لأنه إذا ما تنطيهم رح ما تأمن على سيارتك تتركها وترجع تلقاها ما مضضررة أو في حالة مثل ما وقفتها فتفطر أن تطيء ومرغما في هذا الموضوع هذا طبعا ما حد يقدر يقف بوجههم إلا الدولة لأن ذولة ناس منفلتين وما عندهم فد اعتبارات حتى من ناحية الأمنية هي ظاهرة غير صحيحة لأن ذولة يراقبون الشارع وتصير مرات وصارت حقيقة عندنا حالات إنه انسرقت سيارات وكانت السبب السرقة ذولة مثلك عادي هم يواجدون السيارة وبعدين أكون السارقة الحقيقي في مكان آخر يعشروا له إيجي أخذها أهالي المناطق يؤكدون أن جهات المتنفذة تقف وراء تلك العصابات التي تستحود على الممتلكات العامة وتهدد كل من يحاول ردعها يعني أنت تروح للسنك نهاية ما تقدر توقف سيارتك الطب الفروع الداخلية يأخذ عليك قراجية خمس سالة يابا ليش هاي القراجية خمسة ذاك اليوم باب الشرجي القراجية خمس سالة دينار قلت لعمل ليش خمس سالة هاي خمس دقائق دانا وقف هنا قال والله إلك ولا عليك ما عجبك طلح زين فنطلح شت سوى التطار توقف بالشارع بالشارع إذا وقفت بالشارع وهم لو شخطوه لك لو هاي لو أجهت الدورية مع المرور إذا على شارع العام غرموك والمواطن هو الرئيس المتأذن منها احنا كل جدا نعاني من هالحالة وفي الوقت الذي يشكو فيه أهالي المناطق من سطوة العصابات يقوم بعض أصحاب المحال التجارية بوضع شواخص في محاولة لمنع وقوف المركبات لم تسلم المساحات الأمامية لمنازل المواطنين من استحواذ جهات عليها وتحويلها لباركات لوقوف السيارات مواطنون انتقدوا غيابة جهات الرقابية لردع هؤلاء المتنفذين من بغداد كرار جبار قناة تجلى الخضائي اشتركوا في القناة